موسيقى روسيا تتحدث عن عملية تهجير جديدة في مدينة دومة وجيش الاسلام ينفي ويشدد على ان المفاوضات لم تصل الاتفاق موسيقى معبر موريك بريفي حماء الشمالي يلغي جميع الرسوم المترتبة على مادة الغاز بسبب انقطاعها عن الشمال المحرر موسيقى قياديون في الجيش الحر بمحافظة درعا ينفون شائعات التوصل لمصالحات مع النظام ويحذرون من معركة مصيرية في المنطقة موسيقى السلام عليكم ورحمة الله قالت هيئة الاركان الروسية ان المفاوضات مستمرة مع جيش الاسلام لخروجهم من مدينة دومة لاستكمال سيطرة النظام على الغوطة الشرقية اذ اكد مسؤول الرفيع في الاركان الروسية ان مقاتلي جيش الاسلام مستعدون لنزع السلاح والانسحاب من المدينة واشار المسؤولون الى ان تنظيم الانسحاب من دومة يتطلب علاوة على نجاح المفاوضات بين الطرفين حل المسائل اللوجستية المتعلقة بتوفير حافلات مخصصة لخروج المقاتلين على حد قوله الامر الذي نفاه الناطق الرسمي باسم هيئة اركان جيش الاسلام السيد حمزة بيرقدار واكد ان المفاوضات لا تزال جارية دون الوصول الى اتفاق نهائي وان محاولة الاصرار على التهجير ستكون كارثية على حد وصف بيرقدار انطلقت الدفعة الثانية بسبع وسبعين حافلة تنقل اكثر من خمسة الاف مدني ومقاتل في فيلق الرحمن من القطاع الاوسط في الغطة الشرقية باتجاه الشمال السوري المحرر تفاصيل اوفا في التقرير التالي الناس اليوم وبكرة وبعد مئة سنة لح تذكر شوية الغطة الشرية اذا طلعنا اليوم بكرة بعد بكرة انتنا ما طلعنا هكذا كان ودعو اهالي الدفعة الثانية الخارجة من القطاع الاوسط لغطة دمشق الشرقية متجهين نحو الشمال السوري بعد ان عانوا ما عانوه خلال ستة وثلاثين يوما من الحملة العسكرية للنظام وروسيا على كامل الغطة بعد ان سجلت الغطة استشهاد الف واربعمائة وثلاثة وثلاثين مدنيا واكثر من ثلاثة الاف وستمائة جريح نتيجة عشرات الاف الصواريخ الارضية والجوية والكيموية والعنقودية والحارقة وغيرها وفقا لما وثقته شبكة نداء سوريا بعد كل هذه الارقام لم يكن امام اهالي الغطة ومقاتليها سوى الاختيار بين البقاء داخلها او التهجير نحو دمشق او الشمال السوري مع انطلاق الدفعة الثانية من جنوب الغطة الشرقية نحو الشمال السوري المحرر ووصول كل من الدفعة الاولى لفيلق الرحمن الى قلعة المضيق في ريف حما ومدنيي وثوار حرستة من قبلهم لم يبقى وجود للفصائل في الغطة الشرقية الا لجيش الاسلام الذي رفض الخروج من دومة معتبرا ان وجود مقاتليه قرب دمشق هو نصر للثورة السورية وفق تسجيل صوتي لقائد جيش الاسلام عصان بويضاني نشر على الانترنت لك وراء ايه لك الله تبارك وتعالى انها هي اعلى النفوس هي الهزة وهي طلعة هي الهزة لتسجيل الناس اخر في الكرام تلعى الغرباء الناعين حمزة بيرقدار المتحدث باسم جيش الاسلام اكد في تصريح صحفي ان المفاوضات مع روسيا بشأن البقاء في دومة وليس الخروج منها جاريا متهما النظام بمحاولة تغيير التوازن الديمغرافي من خلال طرد السكان المحليين منها حال الخارجين من المدنيين نحو دمشق لم يكن بافضل من المهجرين نحو الشمال اذ اشترط النظام على الراغبين من المدنيين بالخروج من العاصمة تسوية اوضاعهم ووجود كفين لهم هناك او البقاء داخل ما وصفته الامم المتحدة بالوضع المأساوي في مراكز الايواء اعلن المجلس المحلي لمدينة معرة النعمان بريف ادلب الجنوبي استعداده لاستقبال المهجرين من الغوطة الشرقية وقال المجلس المحلي في بيان له انه يستنكر ما يحدث من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق اهالي الغوطة كما استنكر الغياب الممنهج والمريب للمنظمات الدولية امام الانتهاكات العلنية لقوات النظام بحق المهجرين واحمل البيان المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن وكافة المنظمات الدولية مسئولية الحفاظ على ارواح الاهالي المهجرين قسرا مطالبا بالعمل على حمايتهم وضمان حقوقهم الانسانية اعلنت ادارة معبر مورك بريف حماء الشمالي الغاء جميع الرسوم المترتبة على مادة الغاز بسبب انقطاعها عن الشمال المحرر حتى اكتفاء الاهالي وفي بيان لها حددت ادارة المعبر سعر استوانة الغاز ذات وزن 24 كيلوغرام ب7500 ليرة سورية والاستوانة ذات 28 كيلوغرام ب10800 ليرة سورية محذرة المخالفين لهذه التسعير باشد العقوبات انشأ عناصر شرطة منشقون عن نظام مخفرا في مدينة مورك بريف حماء الشمالي بهدف ضبط الوضع الامني في المدينة في ظل غياب نحو 80% من سكانها عن منازلهم وممتلكاتهم المغفر حمايته هدفه حماية المدنيين ومنتلكاتهم من السرقة والعبس وتسعير الدوريات لمراقبة الأوضاع الأمنية على مدار 24 ساعة دوريات نهارية دوريات ليلية للحفاظ على أمن المدينة وممتلكات المدنيين لأن القسم الأغلب من مدينة مورك خارج مدينة مورك لأنها مدينة منكوبي المغفر لا يتبع لأي جهة ولا ينضوي تحت أي فصيل العمل تطوع من قبل عناصر المغفر جميعا وبيعرفوا الشيء أنه كلها يتطوعوا لخدمة أهل مدينة مورك طبعا أهلنا طبعا نحن بعد ما شكلنا المغفر توصلنا اليوم لعدد 35 عنصر بالمغفر هذا ملاك المغفر حاليا طبعا نحن نستخدم كآلية في دورياتنا متوراتنا الخاصة بمعنى مغفرنا محدس حديثا بدون دعم فعمنستخدم آلياتنا يعني دراجات نارية طبعا سلاح ما في عمنا حاليا يعني ممكن يلتقالوا بارودي أو تنتين فرديات لكن بشكل كامل يعني هدولي يعني ما بيقديني بالغرض نحن رح نضل ورح نستمر بآليات وبسلاح أو بدونها رح نضل لأنه هاي بلدنا بالأخير كنت مبالحة بفلح بالأرض لقيت الغنم بالكرم بأرضنا البستان ما صرفت معهم بوجهة على المغفر شتكيت عليه هون قالوا للمغفر كان هذا الحكي المسا المغفر قال بكرة الصباح من روح منشوفهم فقنا الصباح ويجينا لهون نبهوا هون أخواتنا المغفر هوني بساعة عشرة الصباح اجينا ورجعنا على المغفر نبهوا هون الساعة بيكون كون طالعين قمت بهالحركة ان نروح خبر المغفر احسن ما يعني انا اتصرف لوحده ويقع البلاء كله في ظهري انا في قوة بتساندني وفي مغفر بيساعدوني بما انه تشكه جديد الله يعطينا الف عافية نشرتنا متواصلة مشاهدين الكرام وفيها بعد فاصل قصير في ذكرى الثورة ويوم الام اقامة معرض للاشغال اليدوية في غازي عنتاب دعما للمرأة وسعيا في تمكينها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد جرت يوم امس مفاوضات بين الجانب التركي والجانب الروسي في بلدة كفرنايا بريف حلب الشمالي لبحث وضع المناطق والقرى التي سيطرت عليها قوات قسد مطلع عام 2016 وفدت مصادر عسكرية ان الوفد التركي طلب بتسليم كامل المناطق التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردية قبل عامين واهمها ترفعت الى الجيش الحر ليتمكن اهالي المدن والبلدات من العودة الى منازلهم مشيرة للتوصل لاتفاق حول هذا الملف وفي سياق متصل اعلن لواء مغاوير ارتغل التابع للجيش السوري الحرم سوليته عن محاولة اغتيال شرفان درويويس الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج بريف حلب وجاء في البيان الذي اصدرته قيادة اللواء توعد قيادة الصف الاول من قوات سوريا الديمقراطية بمزيد من العمليات العسكرية التي تستهدفهم حتى استرجاع كامل المناطق التي سيطرت عليها قسد بحسب البيان في سوق المسقوف بمدينة الباب يمتهن ابو محمود مهنة بيع العصافير لكسب قوته اليومي بالاضافة للاعتناء بالطيور من خلال خبرته الطويلة في تربية انواع عديدة منها مرسلنا همام ابو الزين زار محل ابو محمود لتعرف على اشكال وحياة هذه الطيور وعاد لنا بالتقرير التالي بعيدا عن اجواء الحرب المعتادة فمجرد النظر الى هذه العصافير والرجل الخمسيني في هذا المكان ربما يخرجك من الواقع المحيط بك للحظات وينسيك مررة الحياة وانت تراقب حركات هذه الكائنات اللطيفة واعتناء ابو سعيد بها وكأنها اصبحت جزء من حياته اليومية فهو لا يستطيع التخلي عنها مطلقا كما يقول فهي هويته ومهنته التي يزاولها منذ اربعين عاما ويعتبرها باب رزق حلال له ولعائلته في مدينة البابي شرق حلب حاليا يعني عم نشتغل بس على الخفيف لاني بالوعد هاد حاليا حاليا لاني اسعار يعني اسعار اول شي ماتت هي اسعار غالي بس نحن نعتبرها ميتي لاني كتجارة لبرة ما في واع في الاحوال العديد من الصعوبات في العمل كانت تواجه ابو سعيد اثناء سيطرة تنظيم الدولة على المنطقة تتمثل بصعوبة تأمين الطعام الذي تتغذى عليه العصافير وصعوبة نقلها من وإلى المناطق المجاورة بالاضافة للمضايقات التي يعمل عليها عناصر التنظيم لاستغلال الباعة والسيطرة على ارزاقهم انتهينا من اعداد تقريرنا ولكننا لم ننتهي من مشاهدة هذه اللوحة الجميلة التي ترتسم امام المشاهد والسامع لأصوات العصافير وحديث ابو سعيد عن اشكالها وانواعها المتعددة وكيفية التعامل معها كل على حدة الجلوس في هذا المكان الاثري وانت تستمع لأصوات هذه الكائنات المحببة للكثير من الناس بأصواتها واشكالها ينسيك هموما تراحظك بشكل يومي تعرفنا على عشرات الانواع وما زال هناك آلافا منها في موسوعة ابو سعيد همام ابو الزين حلب اليوم مدينة الباب قال قيادي في الجيش الحر بمحافظة درعا ان اعلام النظام يحاول بث الشائعات هذه الايام كون المنطقة مقبلة على معركة حاسمة ومصرية كلام القيادي في الجيش الحر يأتي عشية تصريحات قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا حول قبول فصائل الجنوب باتفاق المصالحات مع النظام الله أكبر بين نفي قيادات الجيش الحر في درعا وتأكيد مركز المصالحة الروسية حول قرب عقد مصالحات مع قوات النظام على غرار ما جرى في عدة مناطق سورية تتوالى التهديدة الروسية لفصائل الجنوب السوري قاعدة حميميم في سوريا أكلت أن إعلان فصائل المعارضة رضوخها لقوات النظام في درعا لا يمكن اعتباره كافيا لإنهاء الصراع الدائر في المنطقة لأنها تحتوي على متطرفين يجب تضفر الجهود للقضاء عليهم الرد على ما تبثه قاعدة حميميم وإعلام النظام جاء على لسان أبو محمود الحوراني أنطق باسم تجمع أحرار حوران الذي قال إن إعلام النظام يحاول بث الشائعات في هذه الأيام في محافظة درعا على وجه الخصوص كونها مقبلة على معركة مصيرية وحاسمة التصريحات الروسية التي تحمل في مجملها تهديدات لفصائل الجنوب تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في العاصمة الأردنية عمان بين روسيا والأردن والولايات المتحدة والذي يؤكد ضم المنطقة الجنوبية لاتفاقات غفظ التصعيد الكلام الروسي عن مصالحات في درعا ربما يسند لما أشيع عن اجتماع ضم شخصيات من بلدة الكرك الشرقي بريف درعا برئاسة مختار البلدة جهاد نعمة مع قيادات في فرع الأمن العسكري تابع لقوات النظام في السويداء ليطالب مجلس القضاء الأعلى في حوران بالقبض على مختار الكرك الذي ترأس الوفداء إلى السويداء ومع تهديدة الروسية المتتالية تعيش درعا وضعا أمنيا معاقدا مع السمراري عمليات الاغتيال التي تستادف قيادات في الجيش الحر حيث اغتال مجهولون القيادية في فصيل جيش اليرموك عبد الرحمن المحاميد والقيادي فادي الباعوني قائد لواء محمد بن عبد الله الجنوب السوري مقبل على مرحلة يراها البعض حاسمة في المحافظة التي كانت مهدا لثورة السورية فهل ستواجه فصائل الجنوب السوري قوة النظام واحول فائها أم أنها ستسير على طريق ما يسمى بالمصالحات وينضم إلينا من ريف درعا نطق باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني أهلا بك سيد أبو محمود بداية كثرة التصاريح الصادرة من قاعدة حميميم الروسية حول المصالحة مع النظام في درعا ما مدى دقة هذه المعلومات نعم سلام عليكم ورحمة الله حياكم الله حقيقة شنت قوات الأسد قبل فترة من الزمن العديد من الضربات الجوية التي استهدفت مناطق عدة بريف درعا المحرر كان هدف هذه الضربات هو الضغط على المدنيين بالدرجة الأولى لإضعافهم وقبولهم بأي مصالحات يعرضها نظام الأسد عليهم ما أود توضيحه صراحة بأن هذه المحاولات البائسة والمتكررة من قبل نظام الأسد لا تعدو كونها مجرد حربا نفسية على الثوار وحاضنتهم الشعبية نعم قد اجتمعوا مع لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية هذا الاجتماع نعم تم في محافظة السويداء وحسب ما وصلنا أنه قد تم تحييد منطقة الكرك عن العمليات العسكرية وعن القصف يعني صراحة هذا الملف الذي تسعى له روسيا ونظام الأسد يعني هم يسعون لتضخيم ملف المصالحات بشكل مقصود يعني هو واقعيا ضعيف جدا ويكاد يكون معدوما يعني إلا في بعض الحالات وبصورة مخفية بسبب خوف عرابي المصالحات من الملاحقة والمحاسبة من قبل الجهات الثورية يعني صراحة لا بد أن أشير بأن عرابي المصالحات في الغالب هم يقطنون في مناطق سيطرة نظام الأسد يعني ولا يستطيعون الدخول إلى المناطق المحررة خوفا من ملاحقتهم كما أسلفت من قبل الفصائل الثورية أيضا مجلس القضاء الأعلى في حوران يعني أصدر قرارا بتجريم عرابي المصالحات ووجوب ملاحقتهم من قبل الفصائل الثورية وتسليمهم للمحكمة نعم حول الفصائل الثورية سيد أبو محمود كيف تبدو الأوضاع في درعا مع احتمال شن عملية عسكرية بالمحافظة هل تتجهز هذه الفصائل لمواجهة قوات النظام؟ نعم يعني صراحة درعا يعني هي خاضة معارك عنيفة وشرسة ضد قوات الأسد كان آخر هذه المعارك معركة الموت ولا المذلة قبل عام خسر فيها النظام المئات من العناصر حقيقة نظام الأسد وروسي يعني من خلال هذه التصريحات والشائعات التي يبثونها هم اليوم متخوفون من خوض فصائل الثوار لجولة جديدة من معارك العزة والشرف النظام صراحة هو يدرك تماما بأنها المعركة المصيرية والحاسمة ولذلك هو يسعى لنشر الشائعات وتخويف المدنيين لدفعهم باتجاه مصالحات الذل والعار يعني صراحة التي يرفضها يرفضها جميع الفعاليات الثورية والفصال العسكرية في محافظة الدرعا نعم يعني سيد أبو محمود هناك عمليات اغتيال لقادة في الجيش الحر حبذا لو تطلعنا عليها نعم يعني صراحة في هذا الصدد وفي إطار الحرب النفسية تسعى قوات الأسد إلى نشر الفوضى في المناطق المحررة في الجنوب السوري وذلك عبر الاغتيال بالعبوات الناسفة تارة وبالاطلاق الرصاص على القياديين في الجيش الحر والمدنيين عبر اغتيالهم حقيقة يعني في الأمس قام عدد من الأشخاص باغتيال عبد الرحمن المحاميد وهو القيادي في الجيش السوري الحر بالإضافة لفادي الباعوني أيضا هو قائد في جيش الثورة التابع للجيش السوري الحر يعني الخلايا التابعة لنظام الأسد وتنظيم داعش يعني تعيذ فسادا في المناطق المحررة يعني وكنا قد نشرنا تقارير إعلامية تؤكد أن وفيق ناصر كان يرعى هذه العمليات عبر اعتراف العديد ممن تم إلقاء القبض عليهم وتم محاسبتهم نعم أشكرك جزيلة الشكر من ريفي درعاء نطيق باسمه تجمعي أحراري حوران السيد أبو محمود الحوراني انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش إلغاء الأردن قرار إمكانية حصول اللاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات على الرعاية الصحية المدعومة وذكرت المنظمة في تقرير لها أنه لا ينبغي للأردن ومانيحه الدوليين أن يقوضوا تنظيم وضع اللاجئين عبر وقف الرعاية الصحية وأشارت إلى أن الكثيرين من اللاجئين غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية مطالبة السلطات الأردنية بالتحرك نحو نهج متماسك يضمن حقوق جميع اللاجئين السوريين أنهى معتقل سجن حمص المركزي اعتصابهم في بنائه القديم وسلموه لقوات النظام بعد اجتماعات ومفاوضات بين الطرفين وفدت مصادر إعلامية بأن السجناء والبالغ عددهم أكثر من خمسمائة شخص سيستمرون باعتصامهم في البناء الجديد للسجن حتى تتحقق جميع مطالبهم مشيرة إلى أن المسؤولين من النظام وعدوا السجناء بإنهاء جميع الملفات العالقة بمحاكمة المعتقلين وأنهم ينتظرون عقد اجتماع مع وزير الداخلية في حكومة النظام وسبق أن علق المعتقلون إضرابهم عن الطعام مقابل وعود بإنهاء معاناتهم وحل جميع ملفات الموقفين المتهمين بقضايا الإرهاب قدمها مسؤولون في النظام بعد اجتماع مع لجنة من المعتقلين على هامش فعالية احتفالية الذكرى السابع للثورة السورية بالتزامن مع عيد الأم أقيم في مدينة غازي عنتاب معرضا للأشغال اليدوية للسيدات تحت عنوان حكاية مع النجاح حيث تضمن المعرض المنتجات اليدوية من طبخ وتطريز وصوف ورسم على زجاج وفقرات غنائية وترفيهية وذلك دعما للمرأة وسعيا في تمكينها المزيد في سياق المادة التالية شاركت بهذه المعرض بشغلي المشغولات اليدوية التي تضمن كروشي وتريكو شاركت بشغل ألعاب ومشغولات عديدة طبعا كانت لفتة حلوة من القائمين على المعرض أنهم يقوموا بهيك عمل تشجيع للنساء السوريات كان كثير في مشاركة حلوة من النساء منتجاتي مشغولات يدوية شغل الصوف، شغل التطريز كان الجديد دخلنا شغل الكروشي الألعاب، الإحرامات الصوف كل ما يتضمن مشغولات الصوف مستريكو مستريكو نهاية النشرة مشاهدين الكرام لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلبتودي تيفي دوت نت هذه تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم بخير وتصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة